فورا استرجاع أقاليم جنوب بدأ دوران وعجلة التنمية بها على مختلف المستويات مسلسل متواصل بفضل برمجة مشاريع عديدة آخرها أعطيت انطلاقتها أمسي بالقرقرات وبأرقندوز لتعزيز الدينامية السوسيو اقتصادية القوية التي تشهدها جهة الدخل وذي الذهب من بين أهم المشاريع الهدفة إلى تحسين الجاذب الاقتصادية والتنمية الاجتماعية احدثوا منطقتين للتوزيع والتجارة ومشاريع كبرى مهيكلة في مجالي الكهرباء والماء الصالح للشرب عدل بوزكري وعب الفتاح مومن باستثمار إجمالي نهزة 300 مليون درهم تم إطلاق مشاريع مهيكلة كبرى بالقرقرات وبأرقندوز حيث تم إطلاق شغال الكهرباء والتزويد بالماء الصالح للشرب بالمركز الحدودي لقرقرات ومجموعة من المشاريع بإجمالي أوسر الداء أول مشروع هو الرفع من القدرة الإنتاجية للكهرباء ببيرقندوز والتي تعطيه أهمية كبيرة للمنطقة ومن خلال هذا الرفع القدرة الإنتاجية للكهرباء بيرقندوز سنتمكنه كذلك من ربط مركز الحدودي للقرقرات بالشبكة الكهربائية من فئة 22 كيلو فولت وعلى طول 80 كيلو متر هذا جوج مشاريع اللي كهموا المدينة ديال بيرقندوز واللي كهدفوا أنهم يرفعوا من الكهرباء ديال المدينة وأنهم يسمحوا بأن مجموعة الأنشطة الاقتصادية يتم إعطاء انطلاقة ديالها إن شاء الله وبهدف تحديث بنية الاستقبال وتضفق مزيد من السلع بين المغرب وإفريقيا تم إطلاق مشروعين لمنطقتين تجارية وصناعيتين بقيمة مالية تجاوز 160 مليون درهم من شأن هذه المنطقتين أن يوفر للجهة جيلا جديدا من المناطق التي تحتضين أنشطة تجارية وروجيسية بالإضافة إلى أنشطة خدماتية سواء الخدمات المرتبطة بقطاع التجارة والتوزيع أو الخدمات الترفيهية وكذلك توفير بعض البنيات لاحتضان وحدات صناعية من صغيرة ومتوسطة إلى جانب هذه المشاريع تم بالمناسبة تهيئة وصيانة مركز الاستقبال الفقمة مشاريع ضمن أخرى من شأنها تحسين ظروف الاستثمار خصوصا أن مركزي القرقرات وبرقندوز أضحية منصات استثمارية دات جديبية لبأس بها